السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نخيط شوميز اللي نفصلنا في الفيديو اللي كان سابق سوف نحط لكم مره رابط دياله في صندوق الوصف اللي بغي يشوف طريقة ديال الفصل دياله سوف نخيط ديال الشوميز اللي فصلنا فيها جزء علوي وفيها جزء السوفلي يعني مقسمة فيها لبلي وعند الصدر سوف نخيط هذا كل يبلي اللي تحت الصدر في هذه الجهة يعني سوف نخيطه بوحد الخيط بالمعكدة سوف ندر الغرزة كبيرة شوية ونخيط بوحد الخيط ونجر هذه الخيط سوف نقلبها ونجر الخيط بالمعكدة هو اللي سوف نجرب حل هذه الشكل لكي تكون لدي هذه الخيط هذا الطريقة عادي يعني سوف ندر الكشكشة التي تجيز وينه من بعد ما نجرينا هذه الخيط يعني سوف نحاول ندره يعني يكون متساوي مع هذا الجزء اللي سوف ندره مع واحد الجزء اللي فيها الكشكشة مع الجزء اللي عادي سوف نجربهم متساويين هذا الطريقة سوف نجرب الخيط حتى يتساوي مع الأخر نحاول نقضي هذا اللي بلي باش تكون مقضي على يعني يجي شكل متساوي يعني يجي شكل متساوي لذلك نحن نخيط هذا الشميس لذلك نحن نخيط هذا الشميس او طريقة الخياضة او كيف نبدأ يعني الخياضة من من السفر يعني الخطوبات الاولى في الخياضة شنو الفيديوهات اللي قد اخترحوا لي انني اندرها لكم يعني شنو اللي اللي انتم باغين يعني تفهموا فيها اكتر او شنو الحاجات اللي محتاجين انكم تعرفوها اه كنتمنى انكم تعطوني الرأي دي لكم في التعليقات ولي ما زال ما اشتركش القناة اول مرة كيشوف القناة دي لنا يدير لنا ابوني ان شاء الله ويعدير شي لايك زوين وشي تعليق يعني محفزي ان شاء الله وكنتمنى انكم تشجعونا وتخلونا نوصلوا في هذا المجال هذا اللي احنا كنحبوه واحتنتم بطبيعة الحال غادي تكونوا كتحبو هذا المجال هذا قاع اللي كيتابع هاتشجيره يعني يكون هو من الناس اللي كيبهوا هذا المجال هذا دابا من انسالينا هاد هاد الجهة ديال الامام او الجهة ديال الخلف المهم واحد جهة انساليناها هنديرو الجهة الدانية دابا نفس نفس الخطوات اللي درنا في الجزء الاول ونستمرو في الخياطة بها تشكل هذا يعني كخيط واحد الخياطة وكنجروا ذاك الخياطة باش كيدير لنا هاتيك اللي كنا نديرو ونكملو اننا نلقوها مع هاداك الجزء العلوي بنفس الخطوات اللي درنا في الاول بنفس الخياطة ونستمرو في الخياطة بها تشكل هذا يعني واحنا كنديرو ديالك الكشكشة ديال القطعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد مساء الله اشتركوا في القناة قطعة الفالي اشتركوا في القناة الكتف الفالي نضع الدينا كتاف طيحين يعني كنخيط الكتاف ببعض من الجهتين يعني هات الجهة و هات الجهة التانية كنخيطه و نقفله الخياطة بشكل هذا بعد ما لقينا الكتاف نقفل الأكمام اللي حتى هما فيهم الكشكشة يعني غادي ندوزوا عنهم الخياطة كيف مدرنا لهذاك الجزء اللي ذيال الصدر ذيك الكشكشة للي ذرناه الصدر ندرها فالأكمام لدينا الأكمام حتى هما عرضه و غادي نجمونا بالكشكشة بش نجموناها سوف نضيفه نضيفه و نضيفه 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 السحب نضيفه التوب اللي عندي لك الدوب الجهة الأخرى اللي ما فيها اللي ما غادش يكون في هذا البلي أو هذا التكمش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الأسفل ونحاولوا البلاسة اللي فيها الخياطة تكون الخياطة مقابلة مع الخياطة لن يكون لديك التفاوت أو أنها يكون مرجلة يعني كل الجهات تكون كبير من جهة ضروري نحن نخيطه ونفعله في مكان الملاقية الخياطة تكون مع الجهة المقابلة لن يكون لديك التفاوت ونحن مستمرين حتى نزلوا مع هدلة شميز كلها نفس الطريقة ندره ليكم الثاني بنفس الخطوات اشتركوا في صحيح اشتركوا في صحيح الان تحركوا في صحيح شكرا 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 نستمر في guts نزلوا تقديدا مثل حل Stefan قليلا لن يوجد تفاوض ثم نخيط عملتهم بفاقات التبابة ونقوم بإستعمال رسالة من هذه الأكتشفة ونقوم بالتفاوت ونقوم بإستعمال ونقوم بإستعمال نقوم بإستعمال تمضي بإستعمال نستخدم الناس صنعي كانت تردتها 1 سنتيم من 2 و كانت تخيط يعني طوية 1 سنتيم من 1 و كانت تدور عليها كلها بنفس يعني هي فيها السجر و كانت تدور غير دورة وحدة بعد مكملت الدورة الأسفل كان بضاء الأكمام لدي الفضائر من الأسفل سيضع أجهزة الأماكن كيف أجهزة الأسفل وإنكس المنزول من الأسفل وهي أجهزة الأسفل بالضاءة الرسعة قد قبضها حتى تأتيها للخيط قد بضوط البداية. كنخيط عليه وكنقنجر وكنخيط غدا تنجر يعني كنجر تكلاستيك نجيب دون سيان وانا كنخيط وانا غدا على الدورة ديلكم كلها. دائما مع كنجر دائما نجر نستيك باش يجيني كدوك الدورة ديلكم. فقط. يعني كنت بطل خيطان زيان وانا غدا. دابا غادين ندور ندور على الوستيك يعني غادين دير الدورة تانية على الوستيك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نرى 0.4.5% دا نتقدر الدورة على الوستيك عما رخيطة على فيروس وانا كنجب التوب نفس كيف ندرس في الويب وكيف ندر ذلك يعني وانا كنجر ذا كلاستيك بالتوب ديالو وانا كنخيط ترجمة نانسي قنقر 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 نقوم بتحضير قطعة 40-70 سنتيم نضع التنجيب والتنجيب نضع الكوصير حتى تفضل عجلة نضع قطاع كبيرة من الوسط نضع تنجيب نضع الوجه نضع الوجه نضع الوجه الوجه نضع الوجه كيف تشاهدون بحرمها كضاء قدرت الدائرة على خيط الدائرة نقلبها على الجهاز ونقلبها من الرأس في مكين الفتحة الوسط نقلب هذا الوضع ونقلبها من جدا قلت الشيطة بخيط الدائرة نقلب خيط الدائرة على الجهاز نحن نقلبها من جدا ونقلب كله نخيطها نفس الشجال ونقلبها نقلبها بشكل هذا نقلب الجاخرة تهية ونرجع في نوع هذا الكلم الدخل نقلب الخياطة من الرأس الفتحة ونقلبها 1 سم ونقلبها نقلبها 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 هاتف هنا قم قطاع نقطة المشكلة هنا قم بقى أن نقلب نهاية الفيديو نهاياتي يعني شو نسخيطناها كلها دلنا لها القول ديالها تخيطت بتشكلها دا كلها كنتمنى يكون الفهم ان شاء الله